اشتركوا في القناة ارحبا وسهلا وساعتكم سعيدة وطلبوا الله سبحانه عز وجل يجعل جمعنا هذا جمعان مبركا مرحومة وان يجعله من بعد تفرقه سالما من الشر معصومة ونسأله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه الا ان يجعل فينا ولا معنا شاقيا ولا محرومة ورحم ربي عبدان قال امين قلوا امين الحبايب القلبي لعلها ساعة اجابة هذا مبدأ في الكلام ديالي ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة ولم يقبضه ربه حتى ان اقام به الملة العوجاء بان قال الناس لا اله الا الله ففتح الله بها اعينا عميا واذانا صماء وقلوبا غلفا فاللهم صلي وسلم وبارك يا مولانا على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه ودغياته وعلى من صار على نهجه الى يوم الدين اللهم يا معلم ادم فعلمنا ويا مفهم سليمان ففهمنا فيا ايها الناس اولا اوصي نفسي وياكم بتقوى الله فان تقوى الله طريق الفوز في الحياة الدنيا وفي الحياة الاخرة ثم اما بعد مرحبا مرحبا الله هنمشي بكم مباشرة الى الحديث الله هذا الصحابي الجليل وسبح الله العظيم كأنني اعرف العرباد بن سارية رضي الله عنه عن العرباد عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة وجيلت منها القلوب وذارفت منها العيون اسمعوا اسمعوا يا احباب رسول الله اسمعوا وانصيتوا يرحمكم الله عن العرباد بن سارية رضي الله عنه انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة وجيلت منها القلوب القلوب خافت لهذه الموعظة وذارفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا دب الأستاذ دب المعلم الرحمة المهدات رسوله رب العالمين طالب جامل الصحابة وفي حضرة الصحابة الصحابة الجليل العرباد بن سارية جاء الطالب اش قالوا قالوا فأوصينا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا جميل نصح هكثر هذا الحديث هذا هو المهم هذا هو البيت القصيد فإنه اسمع أخي المشاهدة هن بيك تكلم معك رسوله رب العالمين قال لك فإنه من يعيش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا جميل يا ربي ترزقني التابات يا ربي ترزقني التابات يا ربي ترزقني التابات يا ربي الحبيب في قولي هذا جيد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا خير المشاهد نحن نشوف هذه الاختلافات النبي صلى الله عليه وسلم ما خلالك شي القضية مضموصة بيقول لك النبي قال لك من اللي تشوف هذه الاختلافات شنو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عليكم بسنتي عليكم بسنتي عليكم بطريقتي عليكم بهدي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هنا هذا هو الحديث يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا قال وإياكم ومحدثات الأمور سيد سيدي فإن كل كل بدعات ضلالة وكل ضلالة طبعا في النار نسأل الله السلامة والعافية يا مشاهدين يا كرام نعم عجيب والله كيقول العلماء العلماء شكيقول العلماء كيقول كسيدي العلماء ما الواجب على هذا الإنسان المسلم نقولها لكم بالمعنى نقول لكم كما قالوا العلماء ما نعملوا خيط فليبراء حتى نصشروا حتى نسولوا العلماء قالوا جزاهم الله أن نكون الخير قال لك سيدي لا نقدم على شيء حتى نعلم ما حكم الله فيه لا نقدم على شيء حتى نعلم ما حكم الله فيه والله سبحانه عز وجل أكمل وأتم هذا الدين الكريم ببيئة نبيه صلى الله وسلم لقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبته من يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلام والعافية المشاهد الحبيب لماذا نريد أن نقول لك هذا المباشر هذا الذي يقول أبدا هذا نعود بالله الذي يقول لك عيد مصيبة صحبي بالأحية وبروك العواشر مصيبة عندك مونسيف سوء لذينك صحبي أنا أقول لك العلماء يقولوا لا نقدم أمرين حتى نعم حكم الله يفي سوء لذينك عندك تليفون عندك مجال تتواصلي دخل وشوف العلماء وقل لهم ما حكم الاحتفال وما حكم مبروك سوء والله حتى يصليوك والله حتى يجب بدولك ودنك العلماء خلينا من الحوم أخ سمع لم يحتفل عليه الصلاة والسلام بمولده شوف شوف سمع لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده ولا الخلفاء الراشدين كما قلت لكم سابقة متلف أرجع الهدي سيدنان بصلاة وليس شوف الخلفاء الراشدين الأربعة ولا شوف العلماء لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده ولا الخلفاء الراشدين من بعده ولو كان خيران لسابقون إليه إنما أحديثت هاد المشكلة هاد مولد النبي الرافضاء ها هي اللي يعني لبصمة الشر والعيادة والله ثم تابعوهم بعض المسلمين جهلا منهم طب ها هي المشكلة الغارة في هذا لا كي يقول لك سيدي بأن النبي صلى الله وسلم المولد دياله 12 ربيع الأول كثير العلماء ما توفقوش في هذا الأمر هذا وكثير العلماء كي يقول لك سيدي عام 12 ربيع الأول كان فيه وفاة النبي دول صحيح ودول أرجح العلماء دينا الله جزيهم بخير قال لك هذا وفاة النبي إذا يلحم مقا يلقي تحتافل بمولد النبي إذا أنت يا جاهل أنت جاهل ستتعلم دينك عشان أقول لك لا نقدمه على أمرين حتى الإعلامة ما حكم الله فيها ديال قاعدة العلماء انت كتحتافل بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما كتحتافل شيء بالمولد دياله مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد لهذه الأمة لقوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حقيق العرب كان في جهلية جهلاء كان فحد الجهلية عجيبة وغريبة يعبد أحدهم الشمس والقمر ويقتل أحدهم ابنته ويدفنها وهي حية الله تعالى يقول وإذا الموؤودة تسئلت بأي ذنب قتلت والمشكيل في هذا الجهل هذا إذا حاضت المرأة في هذا الزمان الجهلية أخرجوها من بيتها وبنوا لها خيمة صغيرة وجلست فيها يقول أحد الصحابة رضوان الله عليه كنت أصنع إله من التمر فإذا جئت أكلته أكل إلهه حتى جاء هذا النبي الأمي صلى الله عليه عليه وسلم محمد رسول الله فبعته الله سبحانه وتعالى فأخرج صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور والحمد لله احنا بالجهد دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله والسلام لحمدك لحمدك بالجهد نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريب 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 كيف ما كيعملو وحد الهاشطاق كيقولك ويكرهون سنته ولحيته وقميصه الله رحمه بني أسمعي الله رحمه بني أسمعي يكرهون سنته ولحيته وقميصه والنقاب ونقاب زوجاته ويحتفلون بمولده جميلة أعقلت القولة هذه قال لك يكرهون سنته هؤلاء من يحتفل بمولد النبي أغلبهم وأكتريتهم يكرهون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكرهون لحيته صلى الله عليه وسلم يكرهون قميصه صلى الله عليه وسلم ويكرهون نقاب زوجاته وفي الأخر المطاف يحتفلون بمولده هذا المولد هذا الذي يصرون على الاحتفال به لو كان تابت عنده أصل هذا المولد الذي يصرون على الاحتفال به لو كان تابت وأنه سنة مؤكدة لا تركوه والدليل ما هو السنن تركه ما هو السنن ما هو السنن تركه يقول لك هذه السنن هذه السنن يعني كم من السنن تركه كما تركوا بقية السنن بدعوة أنها ليست فرد الله ارحموا يدينا أخينا الأرض والله عز لا حفظ الله يصلح لا يصلح لا يشك أحد في حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاشي غير هيداك ربي العالمين قال في حقهم رضي الله عنهم شي سهلا باش وصلوا هاد الناس لهاد المنزيل هادي بما الله عز وجل رضي الله عنهم إلا هما وقد رضوا بدينه وبشرعه بل أقاموا دينه وشرعه ومع ذلك لم يعرفوا شيء اسمه عيد المولد ولا الدكرة المولد ولا العيد ولا خزع بلس هاد الأعياد يا أيها رائعون صراحة وحقيقة لا علاقة لها بديننا لا علاقة لها بالدين دينا هاد هاد الأعياد اللي يقولهم هاد الأعياد هادي خاصة بالناس الغرب هي الأعياد ديالهم ولا علاقة لنا بها قال ليش علاش كان كان دبوا إخوط هؤلاء هؤلاء صباح لنا كان دي ويك القادية ديال التقليد الأعمى هلاش هما ما يحتفلوش بالأعياد دينا قال لك عيد الحوب عيد الشباب عيد الميلاد عيد الأم عيد شيء مو مشكيلة كبيرة على اللي مسمعوها واللي كان تأسف عليه أنا كنت لقى واحد هاد الأيامات واحد السيدة سولتني قتلي ما حكم نحتافل برأس سانا ديالي قتلي ما حكم نحتافل برأس سانا ديالي أو قتلا قتلا ما عندي منسك أنت كتفرحي بأن واحد العام مشالك كتحتافل بواحد العام منقصلك من الحياة ديالك وإلا أعملتي خير خير وإلا أعملتي الشر عندك يفرح تجد شخصا يحتفل ويفرح لأنه عاما نقص من عمره عام أبعده من الدنيا وقربه من دخول القبر مشكلة والإنسان قال لك يجعل هادك اليوم يجعله عيد أعظم عيد يكون عندك نقول هادك من هنا أعظم عيد وهو اليوم لي ما تعصاش فيه ربي العالمين هادك رأى عيد عندك هادك عيد عيد هادك عيد ها ما تعصاش ربي العالمين هادك النهار رأى عيد عندك ما تعصاش الله حاول الرجل تعمل هدي سهلا كما قال العلماء السهل ممتنئ ها ما تعصاش ربي العالمين عندك عيد هادك هادك عيد ما تعصاش الله الزوج الحاول يالي الغاباء نطلب الله السلامة والعافية ده بل اخوان شوف الكلام طويل في هذا الباب هذا باختصار شديد احنا عدنا 114 الف صحابي منهم من قدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما ضربه بالرماح او بالسيف يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا عن احدهم بانه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما قال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الحوما قال يحتفلوا بهذا المولد النبي ربي قال في حقهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخيرتهم غافلون نسأل الله السلامة والعافية ماذا كي 114 الف صحابي واش تقول شي واحد واش وهد شي هذا كامل كيف ما قصدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعرضوا الفتن على على القلوب تعرضوا الفتن على القلوب كأرض الحاصر العودة نعودة بشي هذا الحديث اللي بغيرت نقول الحديث اللي بغيرت نقول الله يجيبه يعني صبح الله هو هذا الحديث اللي بغيرت نقول كي شبال هذا الحديث اللي قلت لك الذي ذكرته لكم أنفة تعرضوا الفتن على القلوب كأرض الحاصر يعني في المعند الحديث النبي قال بأن هذا الإسلام كي يكلوا الأطراف دياله عودة عودة تنقضوا عرات الإسلام هذه الحديث اللي بغيرت نقول هو أن تلب الله تعالي رزقنا التابعة الموهمة الإخوة الكرام الإنسان ما يكون شي بالد الإنسان يسول على دينه هذا رأي دين هذا صحبي درأي ما شي اللي لعبوا كل قال لك وامبروك العواشر أرى مصيبة صحبي والله إلا عندك مو إشكالة صحبي المسلمين صحبي مسلمة صحبي طح فالنزيلة فالمصيبة هذه وامبروك العواشر ورب العالمين أمرنا بالتباع ديالنبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين قدنا وما آتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين نحنوم هذه الآية ربك يقول وإن توطيعوه تهتادو وفي نية الطاعة هذا الشي اللي أمر به الله عز وجل وזה الشي اللي أمر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا كان تعجب كما قال أحد الأغيار كي يقول وعجباه كيتعجب في الأمر ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيتعجف الأمر ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان شي خير إلا ودل الأمة ديالو عليه فيما كان شي خير سيدنا النبي رسوله بالعلمين أعلمك خير المسلم حتى كيفاش دخول المرحة فما بالوكب بمولد ديالو قال المولد وكان رواد فاحتاف البراصو وكيف ما قلت قبلها زي ألا عجب صحبي الإنسان هربلو أعمل حياته وكيمشي حتاف البراصو خلق عيد الميلاد والله إلى القيمة الغاباء صحبي والله العاضي نحن قريبا لخشي ورشينا في القبر كما قال أحد العلماء لعله حصل البصر رحمه الله شنو قال قال لك يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ضاع بعضك أهراب لكل نهار وانت خصك تحتافل خصك تحتافل ورخصك تبكي على رأسك كيف ما قال سيدنا النبي صلى الله وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا ولا ضحكتم قليلا لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرة ولا ضحكتم قليلا هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في المعنى الحديث والنبي صلى الله وسلم بين الكثير والمصيبة والطمة هي الإنسان يبتدع شي بدعم والنبي صلى الله وسلم ما كانش كي يشرع عدك شي من ديته ورأسه النبي صلى الله وسلم لم يبتدع شيء في الدين ربي العالمين قال في الحق دياله وما ينطيق عن الهواء زد الفقي إن هو إلا وحي يوحى الكلام سيدنا النبي وحي من الله عز وجل لهذا أخص المسلم يأمن بنصوص الوحيين للقرآن الكريم والسنة سيدنا النبي صلى الله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أرد بلكم الإخوان فهمتوا إحنا نشوف إحنا نعيش في زمان غربة الدين غربة الإسلام غربة غربة والله غرباء والنبي صلى الله وسلم قال في هذا الباب قالت فطوبة للغرباء قيل يا رسول الله ومن هم الغرباء قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس الله يجعلني وإياكم أخوتي وحبابي في الله من المصلحين نعود بالله الإنسان يكون مفسد بيبقى يقلب في الوراقي مسلم صحبي خير الطريق يدي السيدنا النبي صلى الله وسلم كل شي واضح به كان تعجبنا صحب والله إليك يقول لكم مبروك العواجر والله أخي دير أنت مصمك وحا تصميك بعد يما وقول لك غير صلي على رأس قصادات الجنازون أنت بقي حي مبروك العواجر حنا عدنا جوجل الأعياد لا تليسة لهم عدنا عيد الفترة وعيد الأضحى والعلماء الله جزيون بخير زادون يوم الجمعة هذا ما كان الإخوان وحبابي في الله بغيت نبصم هذه البصمة هذه والحمد لله عندي أصدقاء وعندي الحمد لله وحاة الصوت كي وصال الحمد لله هذا بالتوفيق ذي ربي وجزي الله كل الأصدقاء اللي يدعموني ويشجعوني الله يتقبل منا والله يجعلنا إخوانا وآخر إعوانا وربيك يقول وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هذا ما هو الشغل لدينا أولا لا ربي قال وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين فذكر بالقرآن من يخافه وعيد وعدنا شو بركة دي أحافظنا شو بركة دي القرآن وحافظنا شو بركة دي أحديد النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا شو بركة دي العلماء وكانت واصلوا مع أخوتنا الله يودي الدعواء الدعواء إما هي إما تكون داعي أو إما تكون مدعو وحدا من الجوج لا تليت لهم إما تكون في السبيل في سبيل ربي العالمين وإما تكون في سبيل الشيطان كنا جوج يا الطرق لا تليت لهم كنا مقانت كلنا معكم حتى بالفرنسية كنا أدروات وكنا أقوش إذن اختروا لك الإخسير هذا هو ما كان الإخوان الله أرضى عليكم خليك عادي ما كنا لاعيد ما كنا لا موليد النبي هذا كل النهار اللي كتحت عفل به هذا قرارة ما مات من النبي هي هو تزيد أكثر من هذه والعمية يا صحبي والله العظيم عمية يا صحبي المسلمين البوبريين شنو بقى علوم صبحنا غتأك غتأ السيل وسيدنا النبي اللي يقلد لكلام هذا صبحناك بحضر الغراب اللي بغا يقلد المشي دي لحماما ساعة ما مشا لا مشيته لا مشيت لحماما والله تعالى كي قلنا وإن تطيعه تهتادوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره الفتنة العلماء قالوا الفتنة والأياد بالله فتنة الكفر والأياد بالله نطلب الله السلام والعافية وليهذا الإخوة الله جزيكم بخير ردوا بالكم أوه هذا شيء ده وصله خذوا في هذا الأمر هذا عندك صيفة طليف الواتساب وعيد ميلاد عندك صحبي كانت تعصب أنا والله إلا كانت تعصب كان قلش ينبرق العواشر أنا مكنش العواشر دابع عدنا شوف الأعياد دينا اللي خسنا نبينوا فيهم الفرحة والسرور وندخلوا الفرحة على ولداتنا وهذا يوم عيد الفتر ويوم عيد الأضحى صافي هذا الشيء هذا اللي يكينا وليهذا الإخوة نردوا بالله جزيكم بخير ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالحة الأعمال هذه نصحة فيما بيناتنا وقبلوا علينا طو assessment والإنسان يسول اللدين وكالنصح كخير الحبيب المشاهد وكالحبيب ديالي سول اللدين كاللدين وقلب على دينك صحبي كل ما ننفعله غير الدين ما نفعله شيء كيف مكتقول القائدة لا نقدم على أمرين حتى نعلم ما حكم الله فيه سول اللدين ديالك صحبي كيف هذه كيف هذه كيف هذه كيف هذه سول بحث و هتلقى 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 الدلائل كل شي واضح و عباد الله و عباد الله هذي الناس اللي يحتفلوا بهذا المولد النبي و ما كنش شي داليل قاطع ما كنش أبدا ما كنش مرة صحبي ما فهمتش و رب العالمين يقولنا آتوا برانكم إن كنتم صادقين و الكتابين خدمي و نقولها من هنا هذي الناس اللي يحتفلوا بمولد النبي ده باب اللس حتى ما ننسى عش نتكلم في النقطة هذي شكول لي كيف يكون هذي الحتفل بالنبي ده بس سؤال مطرح شكول لي كيحتفل بسيدنين ببد موليد النبي و كيف كيكون هذي الحتفل كيف كيكون هذي الحتفل طريقة الإحتفل كيك تكون أولا كيكون فيها الاختلاط كيكون ننسمع الرجال كبحال غلم مع البكار مع الحمار مع الحامير يعني البهاي مخلطة هنا وانا كيفما كنا نقول في الكلام انا كمشي على العربية دينا كمشي عند خالتي البادية كنلقى خالتي دير الحوالة بوحدتهم دير النعجة الضارة بوحدتهم دير الخريفة بوحدتهم عمل العجيلة بوحدتهم لا هدو لا قال لك مولد النبي والمراشاد دال كمان جاء والله اخرج فينا سيدنا النبي فاتل وقصده مشكلة والله اخوان ما عندنا في ان يقولوا بجهدينا اكبر اكبر سبيل للزنة هو الاختلاط كما كيقول سيدنا لقاء نظرات افتسامات اشارات ثم لقاء كيف حال هيدا؟ صحولي صحولي نظرات افتسامات موعد ثم لقاء وشو السبب باش وقع اللقاء واحد الاختلاط بالاختلاط كتوقع الفاحشة بالاختلاط كيوقع المنكار واسأل الله السلامة والعافية ايوا فاد مولد النبي انا كشتب عيني فاد مولد النبي كشوف الكامل عند جاء كدر وبيعفص الجامع ها 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 هه والله خايد يا لي ويخورج فيكم سيدنا عمر بل الخطاب راضي الله وعنه راضي الله وعنه والله ها 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 الله يلا قل لك عيد يا أمات أنضحكت من جهل يا الأممي عيد قل لك عيد موليد النبي أله بيلا هذا النهار اللي قلت قلت عيد هذا النهار اللي توفى فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الإخوانا ده مكان وتحية لكم جميعا المهم المهم أنا ما ندخل جاء لأخوتي وحبابي في الله المهم نبصم البصمات يلي ونطلبو الله سبحانه وتعالى يجي عنا الصادقين طلبوا الله أزوجه اللي يرزقون الإخلاصة في القول والآمل أنا عندي وحد الحرقة في قلبي كنشوف أخوتي المسلمين غادن على وحد النهج وحد النهج ما مشاش عليه سيدنا النبي وسيدنا النبي صلى الله وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليل وهكا نهارها لا يزهروا عنها إلا هلك أنا كنشوف وما كانش دلائل قاطعة بأنه بأنه هذا المصيبة وهذا المنكر المبين اللي يقول لك النس عيد ورا مصيبة صاحبي والله العظيم رجال أخوتي والله العظيم را كنتكلموها بالحرقة را أخيكم دي الله وسمحوا إن الله يجزيكم بخير سبق الله عليكم أنا رمام العلماء ما طالب علم ما هو له أنا عندي وحد الحرقة في قلبي وربي العالمين أمر نبي هذا وسيدنا النبي صلى الله وسلم قال الدين والنصيحة أنا قدمتكم هاد النصيحة ما كنشي الاحتفال أصحبي بموليد النبي أصحبي الله يديكم أصحبي هاد ناجه الآية عيد الفترة وعيد الأضحى هادو أرمى أندك سيدي فرح مع راسك وانشط ووسع للأطفال ديالك وولداتك والله ومبارك ما كنشي يا صحبي ما كنشي هاد عيد الموليد النبي وكان الخير والله ما تسبقني ليه آه ما تسبقني شي ليه بإذن الله أنا قلتلك وهاد الناس اللي كيحتافلوا بها دي عيد النبي وقلوا أموش هي صليه الصبح دادك الليل أقلوا أموش هي صليه الصبح والله لا صلى الله الجوامر يقولوا خويت عيد الموليد النبي ونس كدرابل كمان جاء فوسط بيت الله عندكم العيد وقدرابل كمان جاء نعودوا بالله والله وكان هاد موليد النبي على حق وعلى سنة وعلى منهجية والله لا اعتبرته يا المسلمين الحومق المسلمين الحومق نتكلم ماشي معه والله وبالله وطالله وكان هاد موليد النبي صحيح والله حتيكوا نتركوه كما تركتم السنان شحال دي السنان دا بس سنة اليوم اخدوا هذا الشي اللي يبغوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بعكب شيني أملحيني أقرنيني أديه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابي الجالي يقولوا كتر المرق اكتر المرق اكتر المرق اذا طبقت طعاما فأكتر المرق كنا جت علق من رجليها نعودوا بالله لا دي من عملوش بيادي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله أمن هذا يا رسول الله من لا يأمن جاره بوائقه هادي والو اشجيرا دينا كنا هذا خليهم كنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني على الجاري حتى ظننتوا أنه سيوريته هيني نحن هم هذه الخصال الحميدة الطيبة فيه والو ساليين مرهم والله العظيم عندنا وحد الأزمة الأخلاق هنطلب الله السلام والعافية والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده امرأة صوامة قوامة لكن للأسف شديد كانت تؤدي جيرانها فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كلام الوحي قال بأنها في النار والله يحس الأخلاق دينا الإخوان رحنا عندنا أزمة والسبب ذا الشي كامل هي بعدنا على المنهجية بعدنا على الشرع ربي العالمين ويا فينا وفي الحرط وما بغيرش نستسلمه والأوامر دي الله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بغيرش نزيد دينا ونستسلمه دبحناك بحال هذا الرسل اللي هارب الرسل هارب وقلبوا لي السابع أنه طه 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 وهه زدك المسخط الأول هو باقي غادي هاتشي ليوا واقع لنا دبحنا ونطلبوا الله السلام والعافية أقولوا ما سمعتم استغفروا الله لي ولكم استودعكم الله والذي يصدعوا دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا آخر إن شاء الله اسأل من الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعنا مباركة مرحومة وأن يجعله من بعد تفرقه سالما من الشر المعصومة نسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيان ولا محرومة والله محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفراء والفصوقة والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يستقل أموكد لكم أخو سيماء السلامة أخيك كلمة نقولها لك سوء للذينك تقول صاحبه يكسب حكم الإحسيفال وتشوف العلماء العلماء تشوف بنوتيمية بنو العتيميين تشوف بنو الباز تشوف العلماء تشوف العلماء لا يطاق الدقم زيال